هي احنا رجعين على فقرة مهمة جدا فيه تطورات طبعا بتحصل بسبب أزمة فيروس كورونا في العالم بتفرض علينا ان احنا نخلي بالنا وان احنا نكون حارسين على نفسنا وعلى اللي حوالينا ما ينفعش أبدا نتجاه لإجراءات الاحترازية ونقول أصلنا في رمضان ورمضان بيحب اللمة بلاش نحول الشهر الفضيل لشهر ممكن يحصل فيه حاجات يعني لقدر الله مش لطيفة زي ما احنا شايفين تزايد في معدل إصابة وأيضا معدل الوفيات وزارة الصحة حضرت من التجمعات خاصة في شهر رمضان والآيات وأيضا دعت المواطنين للتسجيل عشان تاخد اللقاح هي تكلم أكتر عن تطورات الفيروس ومستجداته وأيضا عن اللقاح إن كان في مصر أو في العالم كل ده هنعرفه من دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطن والمناعة في جمعة عين شمس سبعة خير يا دكتور وكل سنة حضرتك طيب نوارنا في سبعة خير يا مصر سبعة خير عليكم وصبعة خير على السادة المشاهدين أهلا بيك أنا هبدأ مع حضرتك من النهاية أنه الآن يبقى فيه لقاح الحمد لله في مصر موجود وفي العالم عايزة أسأل حضرتك عن موقف اللقاح في مصر حتى الآن حسب الأرقام والناس اللي ترددت عشان تبتدي تاخد اللقاح هل شايف أنه مردود اللقاح عند الناس كبير ولا لا؟ عايزة أعرف الإقبال شكله إيه؟ في البداية الأول بس أحب أتكلم على معدل الإصابة لأنه ده شيء مهم ودائما الناس بتتساءل فيه هل معدل الإصابة نهاردة شكله إزاي؟ إيه سبب الزيادة؟ أنت شايف من وجهة نظرك الزيادة شكلها إزاي؟ إيه السبب الرئيسي لها؟ الحقيقة أنه الموضوع لازم يتم تفسيره بشكل واضح يعني مثلاً أن معدل الإصابة ده بيتحكم فيه عامل كتير جد فيه عامل خاصة بالفيروس الفيروس تحوراته، ظهور سلالات جديدة، مواصفات السلالات، هل هو معدل الإصابة، شدة المرض، استجابة السلالة الجديدة دي للأدوية أو استجابتها للقاحات دي نقطة نقطة الثانية المواطن المواطن ده شيء مهم جداً عليه أنه هو يلتزم بالإجراءات ومدى اتباعه للإجراءات دي؟ بنشوف مثلاً دول زي الصين المواطنين هناك لما استجابل بشكل جد جداً وخدت الموضوع بشكل واضح بسنا لقينا أنه الأعداد عندهم قالوا بشكل كبير كده الدولة وما تفرضوا من إجراءات وفيه بعض القرارات اللي بتكون فعلاً صائبة وفي الوقت المناسب أو بتكون مش مزبوطة زي مثلاً ما شفنا هولندا وإنجلترا في البداية كانوا ماخدين الموضوع هزار وقالوا إحنا عايزين نوصل للمناعة المجتمعية من اليوم الأول والسويد كمان نعم والسويد فلاقينا أنه الأعداد زادت ورتراجعوا لكن إحنا عددنا الدولة كانت حريصة في أنها تتخذ الإجراءات السليمة من اللحظة الأولى وكانت فعلاً فيه نوع من التوازن علشان تخلي الناس تاخذ إجراءاتها سليمة حضرتك بتسأليني عن اللقاح يعني الناس فعلاً فعلاً المعدلات بتزيد ويمكن كانوا في البداية بيتكلموا عن أنه عايزين طوق نجاح لما وجد هذا الطوق دلوقتي اللقاح الناس بقت خايفة منه ولأ مش هاخده ولأ أنا سمعت أنه فيه قصص أنه الناس بتتعبقوا قصص كتير جداً عنه فعايزين حضرتك يعني تكلمنا عن اللقاح ونطمن الناس ونفهمهم فعلاً إيه اللقاح إيه أعراض وإيه اللي بيحصل فيه بزعط إحنا لازم نتحرى المصادر اللي إحنا بناخد منها المعلومات لأنه في بعض الأحيان السوشيال ميديا ومروجين الإشاعات والانتهازيين كمان بيستخدموا الموضوع ده فرصة إلى أنهم يعملوا من وراها مكاسم لكن المعلومات الصحيحة إحنا بناخدها من وزارة الصحة ومن نظام الصحة العالمية أو من المجلات العلمية أو من أطباء متخصصين في الموضوع وعلشان كده هو ده اللي المفروض أن إحنا نسمعه وناخد به حنبص نلاقي أن اللقاحات الحقيقة تمت من خلال تجارب ما قبل سريرية وسريرية وبعد الإنتاج كمان وبيتم حتى الآن دراستها يعني لا تتوقف الدراسات أبدا الدراسات الحقيقة أثبتت أن اللقاحات لها فاعلية وده الشيء المهم وأمان إلى حد كبير وكمان فيه بقى مواضيع تانية خاصة بيها اللي هي النقل والتوزيع والتخزين والكلام ده وسعرها وعلشان كده اختيار اللقاحات لازم فيه أكتر من عامل اللي احنا نبص عليه علشان نقدر نختار اللقاحات اللي تم فعلا انتجها وخدت موافقات من منظمة الصحة العالمية وفي مصر هنا بيتم كمان دراستها مرة تانية من خلال هيئة الدواء المصرية علشان تتأكد فعلا أنه الأرقام اللي تقالت كانت أرقام سليمة ومصر شاركت في بعض هذه التجارة ثابت فعلا منها أنها ليها أمان عالي وليها فعالية جيدة وأنه يمكن استخدامها للشعب المصري وفعلا احنا شفنا في اليومين اللي فاتوا أنه رئيس الدولة ورئيس الوزراء من اقتناعهم بأهمية هذه اللقاحات خدوا اللقاح وطبعا ده دعوة لكل المواطنين لأنهم ياخدوا اللقاح علشان فعلا يحققوا الوقاية اللازمة لأنه من غير اللقاح زي بحضرتك بتقولي أنه في البداية احنا كنا متلهفين على أي حاجة اسمها اللقاح نستخدمه علشان وقاية الأصحاء النهاردة احنا عندنا أكتر من اللقاح متوفر في مصر ونقدر نستخدمه احنا عندنا هيئة الدواء أقرة استخدام خمس لقاحات مختلفة كان أخرهم سباطنك في الروسي وعندنا الأسترازانيكا أكسفورد بريطانيا وعندنا سينوفارم وسينوباك الموجود دلوقتي الصيني والإنجليزي اللي هو الأسترازانيكا المواطن بيسأل طيب أنا هروح أخذ التطعيم لو عندي رفاهية الاختيار طبعا من نظمة صحة العالمية قالت اللي عنده لقاح أي أن كان النوع فهو محظوظ له حضوة يعني في دول العالم أنه عنده اللقاح بس لو حد عنده الاختيار على أي أساس يختار الصيني الأسترازانيكا ولا الروسي هل بتختلف من شخص لشخص أو حالة لحالة؟ طبعا إحنا عايزين نقول الأول أنه في وزارة صحة حتى ما يسمى الموافقة المستنيرة والموافقة المستنيرة فيها أسئلة بتتساءل علشان نقدر نعرف منها التاريخ المرضي للشخص ده سنه وإذا كان عنده أي مشاكل صحية مصاحبة عنده حساسية ولا لا صغير أو كبير أو حامل أو بتردع أو عنده أي أمراض مزمنة وبالتالي يتم وضع أو تسكين كل واحد في الظروف لأنه الاختيار مش اختيار شخص إنما الاختيار هي اختيار اللقاح للحالة علشان هل حالته فعلا من ناسبها هذا اللقاح ولا لا المتوفر عنده زي ما حضرتك قلت النهاردة هو اللقاح سينوفارم واللقاح أسرزانك واللقاحين الحقيقة إن النتائج بتاعتهم كانت جيدة جدا وما أطلق عليهم من شائعات أو حتى أخبار عن بعض الآثار الجانبية أثبتت منظمة الصحة العالمية إنه هذه الآثار الجانبية نسبتها قليلة جدا وإنه فوائده تفوق بكتير جدا أسرزانك من واحد لعشرة في المليون بالضبط وإحنا لو شفنا مثلا بعض الحاجات زي حبوب ملع الحمل ومرض كوفيد نفسه بيسبب التجلطات بنسبة 16% إنه ما دفيه أدوية للحبوب الأثار الجانبية بتاعتها مرعبة بالضبط فإحنا ما فيش دواء في الدنيا كلها ملوش أثار جانبية لكن علينا الاختيار السليم للحالة إنه مين اللي يناسبه الدواء الفلاني وبالتالي نقدر ندهوله من غير ما يبقى فيه مشاكل متوقعة وحتى في حالة حدوث أي مشاكل مفروض إنه فيه الوسائل اللي إحنا بنعملها علشان نتوقع هذه المشاكل أو نقلم من أثارها على هذا الشخص دكتور حدريك بالوقتي أثناء حديثك اتكلمت إنه في بعض الاختلاف ما بين اللقاحات أسترزينيكا يصلح لأشخاص بأنها ولا يصلح لأشخاص أخرى والعكس صحيح لو نتكلم على ساينوفورم يعني خلينا نعرف من حضرتك إيه الحالات أو أبرز الحالات اللي من الأفضل مثلا إنها لو هتختار ساينوفورم أو أسترزينيكا زي حضرتك كمان طبعا وضحت إنه ده بيكون اختيار الطبيب لكن بيبقى فيه بعض الحالات لو ممكن نعرفها طيب إحنا برضو لازم نبقى عارفين إن هذه اللقاحات تم إنتاجها في فترة قصيارة وإنه الخبرات اللي هي الأطباء يعني والمعلومات لسه لازالت بتتراكم من خلال الدراسات معروف دلوقتي إنه إحنا مش بندي اللقاحات للأقل من 18 سنة للحوامل للناس اللي عندهم حساسية مفرطة للناس اللي عندهم حساسية من مكونات اللقاح نفسه وإذا كان سبق أخذ لقاح مثلا وظهر عليه أي أعراض للحساسية بالنسبة لكبار السن كان فيه مقولات في البداية على إنه اللقاحات مثلا بتاع أسترازينيكا يفضل إنها مش استخدم للكبار قوي لكن بعد كده الدراسات أثبتت إنهم بيستفيدوا فعلا منها وهو ده اللي إحنا الحقيقة ببضل دلوقتي قام من أسترازينيكا لفوق الستين والخمسة وستين بالضبط وإنه ما تم استخدامه مثلا في إنجلترا لإحنا بنشوف وبيترم استخدامه حتى بعد المشاكل اللي حصلت رجعوا كانت مشكلة خاصة في إنجلترا والاتحاد الأوروبي ما هي الفكرة بقى إن أزمة كورونا ما بقتش أزمة صحية فقط وإنما هي أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية إحنا بنشوف النهاردة إنها أزمة صحية فعلا في ناس بتاعي لكن كمان اقتصادية لإنها بتأثر عليهم اقتصاديا وسياسية لإنه في بعض الناس بتلعب فيها وبتستفيد منها الانتهازيين ومرووجي الإشعاعات مش بيعملوا كده بغرض تكسب برضو فممكن تبقى الإشعاعات اللي تطلع في توقيتات معينة الغرض منها الضغط على مؤسسات معينة أو شركات معينة أو على دول معينة نجاحات أخرى خلينا نرجع تاني فندم للفرق بين أسترزانيكا وسينوفورم المتوفرين حاليا حضرتك قلت أنه في البداية أسترزانيكا كان بيفوض يعني فيه لسه بننظر في أنه يتم إعطاءه للكبار في السن أو اللي ما فوقت خمسين لغاية خمسة وستين دلوقتي بقى آمن وفعال ومفيش مشكلة إيه بقى بالنسبة للسينوفورم الأفضلية أو بالنسبة للقاح سينوفورم أو ما تم إنتاجه يعني من اللقاح بشركة سينوفورم هو لقاح بيستخدم الطريقة التقليدية في اللقاحات الطريقة التقليدية دي أنه هو بيجيب الفيروس نفسه ويتم إضعافه أو تضعيفه أو تعطيله علشان لا يسبب مرض هنا بيعطل الفيروس فلا يسبب المرض ولا يتكسر والجسم يقدر أنه هو يكون أكساب مضادد دي الطريقة التقليدية لاستخدام اللقاح أما لقاح أسترازينيكا فهو بيستخدم فيروس لا يسبب العدوى في الأشخاص العاديين وتم نقل الشوكة البروتينية بتاعت فيروس كورونا عليه بحيث أنه بقع ناقل للشوكة البروتينية دي وبالتالي بيحفز الجسم على إنتاج الأكساب المضادد إحنا هنا بنشوف مثلا أنه الفيروس بتاع أسترازينيكا يعني لازالت طبعا الدراسات قائمة بالمناسبة سبوتنيك الروسي بيقوم بنفس المهمة أو بنفس وجهة النظر لكن بيستخدم اتنين فيروس مش فيروس واحد من الأدينوفيروس ده أما اللقاح اللي هو بتاع ساينوفارم هو بيستخدم الفيروس المعطل اللي هو لايك اللقاحات التقليدية فيها المكونات والإضافات والأثار الجانبية أنا بس عايز يعني أقول أن الأمور لها تفرغات كتيرة وبالتالي الاختيارات لازم تتم من خلال نتائج دراسات تمت فعلا إحنا النهاردة بنتكلم على فعلية تتجاوز 80% بالنسبة للاثنين والأثار الجانبية إحنا بنقول أن الأثار الجانبية ندرة وأنها ندرة الحدوث ويتم التعامل معها في معظم الحد طب إيه الأثار الجانبية الوقتية بتاعت أي لقاح عادي؟ لكورونا أو لغير كورونا؟ أي إحنا هنا بنحفز جهاز المناعي فمطرح الحقنة بيبقى فيه ألم ممكن إحمرار ممكن إرتفاع بسيط درجات الحرارة ممكن تبقى فيه أعراض زي أعراض البرد أو الإنفلوانز يعني فيه كلام مثلا على أنه اختيارات معينة أنه مثلا الناس اللي بتاخد بعض الأدوية مش المفروض أنها تاخد اللقاحات اللي فيها فيروس ناشط فعشان كده في بعض الأحيان بنقلل مثلا الناس اللي عندها نقص في المناعة أو بتاخد أدوية مصبتة للمناعة مش بنحب قوي أن احنا ندي لهم لقاح بتاع أسرات ما يفضل الصين يفضل الصين طيب دكتور الناس اللي بالفعل أصيبت بكورونا وتعافت من المفضل أنها تاخد الفيروس تاخد اللقاح عفواً تاخد اللقاح نعم تاخد اللحة تاخد الفيروس أمو الضفل لو أصيبت تاخد اللقاح أو هاي جسمها بالفعل في أجسام مضادة و كمان فكرة أنه فيه ناس بتقول أنا خدت اللقاح و كمان جالي كورونا جالي كورونا بعدها تمام هو اللي خد يعني كوفيد 19 المفروض أنه جسمه كوين أجسام مضاد ضد كوفيد أو كورونا فيروس مدة عملها قد إيه لازالت الدراسات بالتماع علشان نتأكد المدة قد إيه تتراوح بين 6 إلى 9 شهور مستمرة في حاجة سمعها بس أنا أسف يا دكتور قطعك الأول قاله 3 شهور بعدين لما عده 6 شهور أو 8 شهور قاله بقيت 6 بعدين لما عده وصل شهر العاشر من بداية الأزمة قاله 9 فهل من المتوقع أنه مع الاستمرارية كلما بيعدي وقت أطول على بداية الأزمة يكتشفوا أن طبيعة الجسم البشري بتنتج للمتعافي أنتي باديس بتستمر؟ هو ده سؤال رائع لحقيقة هنا عندنا نقطة مهمة جدا حاجة بنسميها التتر اللي هو مستوى الأجسام المضادة عند هذا الشخص المستوى ده شيء مهم يعني يعني هذا الشخص كون أجسام مضادة؟ أه لا لكن كميتها قد إيه؟ دي بقى نقطة تانية لأنه الكمية ومستمرة دي نقطة تالتة وخلاء زاكرة المناعية اللي عند هذا الشخص هل تستطيع أنها تقوم بإنتاج كافي عند التعرض مرة تانية ولا لا؟ دي نقطة رابعة علشان كده في أكتر من نقطة إحنا الحقيقة بندرسها ومثلا أنا حفكركم بس ببلازمة نقاعة لما بدأنا نستخدمها كنا بنقول إن إحنا نستخدمها بعد 15 يوم من التعافي علشان تكون مستوى الأجسام المضادة فأعلى يعني مستوى نقدر يستفيد منها مريض آخر وبالتالي إحنا نقدر يعني بالحسابات نقول بقى طبعا ده بيفرق من شخص لشخص وعلى حسب قدرته المناعية أو قدراته المناعية وكمان على حسب الأمراض اللي هو اللي بيعاني منها والأدوية اللي هو بياخدها وطبيعة دي سمع في أدوية مصبتة للمناعة بتقلل من الأجسام المضادة طيب دكتور أخيرا يعني فيه إذا يستكلم إحنا في الموجة الثالثة والبعض يتحدث عن سلالات وتحورات سلالات جديدة وتحورات هل من الممكن أنه من تحور أو من سلالة جديدة تكون خلينا نقول مستعصية على اللقاحات الموجودة وارد طبعا وارد أنا مثلا النهاردة بنتكلم على السلالة الهندية وسلالة الهندية لها مواصفات طلع أنها عندها عندها تغير اتنين تغير في تطورات حصلت التغير الأول أنها تختبئ التغير الثاني أنها سريعة الانتشار إحنا لما بندرس أي سلالة بندرس أربع حاجات فيها أول حاجة معدل الإصابة تعمل إصابة قد إيه قصوة المرض قصوة المرض هل هي جديدة أو ضعيفة استجابتها لللقاحات هل هي هتستجيب لللقاح المتاح ولا لا استجابتها للأدوية إذا كان في أدوية يعني هل هي بتستجيب ولا عندها اختلاف في الاستجابة وبالتالي هي دي الأربع نقطة اللي إحنا بندرسها دايما في ظهور سلالات أو ظهور تخورات مديدة وارد إنه يحصل تغيرات لكن إحنا لازم كمان نلاحق على الحكاية دي بنلاحق عليها بإننا كل ما بنقلل أعداد المصابين كل ما ده بيساعد على إننا نحتوي الموضوع وكل ما يبقى فيه ناس أخذوا اللقاح حيبقى فيه عندنا المناعة المجتمعية أو الهرد إميونيتي أو مناعة القطيع ودي تتحقق بعد تطعيم قد إياه من المواطنين كان حسب بريطانيا كان بستين في المية بزرط هي من ستين لسبعين في المية إذا فعلا الناس يعني قدرت إنها تحصل على اللقاح بنسبة تتجاوز ستين لسبعين في المية حيبقى عندنا مناعة مجتمعية ضد السلالات اللي موجودة وطبعا يعني في حالة ظهور تخورات تانية والفيروس كده كده محتاج يعني عائل عشان يتطور جوه فلو قفلت له محطة العائل اللي هو حيخش يتغزى جوه ويتطور فيه والناس خدت اللقاحات ويمكن مش هيتطور ده صحيح وعشان كده إحنا محتاجين فترة يعني معينة لو مثلا إسبوعين ثلاثة فعلا إددنا أن إحنا نحكم الإصابات ونقللها جدا حيحصل يعني النزول شديد في معاتلات الإصابة اللي بتحصل وبعدنا نسجلها اليومين دي طبعا نتمنى يا فندم يعني من كلام حضرتك كل المعلومات دي خلينا نقول للناس مرة تانية الحل الوحيد دلوقتي قدامنا نحن نتزل بالإجراءات الاحترازية على قد ما نقدر وأيضا نحن نروح نسجل عشان نقدر ناخد اللقاح من التعامب فعلا طبعا أنا بشكر حديك يا فندم من كل سرون طبعا